مشاريع ومبادرات عدة أطلقتها هيئة الطاقة المستدامة سعيا منها للحفاظ على الطاقة ومواكبة النمو الاقتصادية المستدامة هذه المبادرات والمشاريع تأتي انطلاقا من الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التين تعتبران المرجع الأساسي للخطط والمشاريع الاستثمارية في هذا القطع وذلك بتجسيدهما الرؤى والأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمملكة البحرين قبل عشر سنوات كان مصدر الطاقة الوحيد في الخليج العربي هو الوقود الأحفوري وفي مايو عام 2012 قررت مملكة البحرين تنويع مصادر الطاقة بإدخال الطاقة المتجددة وربطها لأول مرة في الشبكة الحكومية في مدينة عوالي وبعد نجاح التجربة الأولى تم في ديسمبر عام 2013 إنشاء وحدة الطاقة المتجددة حيث بذلت مملكة البحرين جهودا كبيرة من خلال عمل هيئة الطاقة المستدامة بجهد وتفان بهدف الوصول للحياد الصفري للكربون ونشر ثقافة استخدام الطاقة المستدامة في شتى مجالات الحياة هذه الوحدة اشتغلت على أعداد استراتيجيات وأهداف وطنية وفي يناير 2017 قدمنا لمجلس الوزراء اقتراح بأهداف وطنية بالنسبة لكفاءات الطاقة بيكون نسبة 6% بحلول 2025 أي نقلل استهلاك الطاقة ونرشد الاستهلاك ونزيد كفاءة اللي عندنا من الطاقة بنسبة 6% بحلول 2025 بالنسبة للطاقة المتجددة كان الهدف الأولي هو نسبة 5% تحقيق نسبة 5% أي ما يعادل 250 ميجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2025 وأنا يسعدني أن يعني أعلن اليوم أن مملكة البحرين استطاعت قبل الموعد المحدد قبل 2025 من الحصول على موافقات لمشاريع تبلغ مجملها 258 ميجاوات مقارنة بالهدف اللي كان 250 ميجاوات عوائد كثيرة للمجتمع والاقتصاد الوطني ستتحقق بالنهوض بقطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي العام حول مفاهم هذه الطاقة الطاقة المتجددة لها عوائد كثيرة للأفراد والمجتمعات والبلدان هي طاقة نظيفة لا تؤثر على البيئة وليس فيها انبعاثات وهذا يعني يخدم مملكة البحرين بالإفاء بالتزاماتها وقعت مملكة البحرين اتفاقية باريس للمناخ ومآخرا في قمة المناخ في غلاسجو الطاقة المتجددة هي طاقة مستدامة يعني ومتوفرة عندنا في منطقتنا خاصة عندنا في البحرين واحنا نشوف في مملكة البحرين الآن كثيرين من الشباب اللي دربناهم يعني أنشأوا منشآتهم ووظفوا ناس وظفوا شباب آخرين ففي خلق وظائف جهود كبيرة وإسهامات في نشر ثقافة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين أسفرت عن إنجازات وتطورات ملموسة في قطاع الطاقة بما يتفق مع الرؤية الاقتصادية عشرون ثلاثون يمكن الاستفادة الأقصى درجة من الطاقة المتجددة بعدة طرق واحدة منها زيادة الوعي توعية الناس والمجتمع والشركات والبنوك أهمية الطاقة المتجددة أن يتحافظ كلها العوائد اللي ذكرتها فيها كلها العوائد وهي الآن كلفتها صارت منافسة للطاقة الأحفورية فالتوعية مهمة ثاني شيء أن لازم يكون في حوافز للناس علشان يستفيدون أو يستخدمون الطاقة المتجددة احنا عملنا حوافز في مملكة البحرين بعدة طرق واحدة منها سياسة صاف القياس أي أن الشخص يقدر يركب طاقة شمسية على مثلا بيته ويستفيد منه لذلك ما يصير لفاتورة على الكمية اللي يستخدمها من الطاقة النظيفة من هيئة الكهرباء فيوفر في هذا الجانب كذلك إذا صار عنده زود من الطاقة المتجددة لأنه في الشتاء ما يستعمل المكيفات يرجعها للشبكة الحكومية لهيئة الكهرباء والماء ويحصل خصم في فاتورة مشاريع ومبادرات وطنية تسير في طريق النجاح من خلال تعاون مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لموكبة نمو قطاع الاستدامة في المملكة بهدف تحقيق أهدافها العالمية تحركات وطنية وعالمية في مجال الطاقة المستدامة توكبها مملكة البحرين لإدراجها ضمن الموارد المهمة لتغيير نمط الحياة بشكل نافع وإيجابي وإطلاق العنان لكفاءة الطاقة في المملكة شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة